موسيقى 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 في عالم مليء بالاضطرابات في عالم مليء في الضغوطات في عالم مليء بالإجهاد في كل محل ولسيما في هذه الأيام كل الناس مضغوطة أغلب الناس تعباني عندها حزن عندها كآبة عندها ضغط بشكل أو بآخر إما ضغوطات مادية ضغوطات سياسية اجتماعية دينية روحية ضغوطات في البلد اللي انت عايش فيها ضغوطات مع العيلة ضغوطات وإجهاد من كل ناحية حديثنا في هذه الحلقة كيف نعالج الإجهاد والضغوطات ضغوطات أيضاً وأنا بصلي أن هذه الحلقة تكون بركة لحياتك وبشجع مشاهدينا أنك تشاهد وفيك تشوفنا كمان على الصفحة وعلى النت ولكن أيضاً شجع آخرين اللي بيشعروا أو الناس اللي حاسة تحت وطئة الضغوطات والإجهاد من كل ناحية هذا البرنامج لك اليوم أنا بصلي أن يكون بركة لحياتك ويكون بلسم وشفاء أيضاً لنفسك وروحك أيضاً ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير سأعود بعد هذا الفاصل القصير أهلاً أعزائي المشاهدين كيف نعالج الإجهاد والضغوطات أنتم تشاهدون برنامج ليكون نور على القناة الفضائية قناة الحياة شرف كبير وامتياز أقدم ضيف الحلقة هو صاحب مكان صديق غالي وعزيز الدكتور القص نيكولا ياسمين هو راعي الكنيسة الإنجلية المعمدنية الكتابية في مونتريال وأيضاً متخصص في علم النفس والمشورة المسيحية أهلاً وسهلاً أخ نيكولا نحن فرحانين مرة تانية أنك تكون معنا في هذا البرنامج أهلاً فيك وشكرنا كثير على دعوتك الكريمة ومثل العادي الرب سيعطينا وقت حلو مع بعض ومع أحبائنا المشاهدين فأنا بشكرك على دعوتك لالي الموضوع بخوف شوي بصراحة يعني هو كيف فينا نعالج للسترس يمكن استرس الكلمة الإنجليزية مفهومة أكتر من تفسيرها في اللغة العربية بس حطناها تحت كلمة الإجهاد أو الضغوطات فإذن خلينا نسأل السؤال الأول ما هو الإجهاد؟ إيش السترس يعني أنا دائما أحب أن أبدأ بآية بقول بإنجيل يوحنى لساحة 14 والآية 27 سلاما أترك لكم سلامي أعطيكم ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب الرب إجا لا يعطينا سلام السترس موضوع كبير جدا 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 باختصار تعريفه الحرفة هو الضغط والتوتر أو الإجهاد التوتر من كلمة وتر لما تشده يتوتر بيحطه تنشني بيحطه شد على الوتر بشدوله التوتر أو الضغط هي حالة من الضغط النفسي أو العاطفي يلي يعاني منها الإنسان التي تؤثر على جسده فالحالة الاجتماعية الحياتية خيارات الحياة نمط برنامج الحياة يؤثر على نفوسنا على أفكارنا هذا يحط ضغط على أجسادنا والسترس ليس فقط حالة نفسية أو عاطفية لكن هي أيضا حالة جسدية لأنه لما بنحط إجهاد استرس على الإنسان الإرهاق هو أكثر من الإرهاق لأن الإرهاق في حالة تعب ممكن الإنسان يكون استرس ومش تعبين أبدا يكون إنسان متوتر وبحالة اندفاع كاملة لكن فيما بعد تقضي عليه فهي اليوم استرس هو ينزل تحت خانة الأمراض أصبح يصنف مرض اللي لأنه جسديا في غدد فوق الكلاوي التي تفرز مادتين الأدرنالين والكورتيزول اللي هنحن الكيمائيات في الجسم يلي هي نوع من الأسيد نوع من السكريات يلي لما أنت تتعرض لحالة معينة تشتغل هالكيمائيات في جسمك لتعطيك اندفاع وطاقة للعمل لمواجهة الحياة وهذا الاسترس بحد ذاته ليس غلط ليس خطأ نحن نحتاجه يعني عبد أسف تسأل أغلب الناس مسحيين وغير مسحيين من كل الديانات من كل الطواقف على ما يبدو أنها حالة على الأغلبية العظمة فدام تسمع يعني هون مثلا في نورث أمريكا بقولك صحيح العالم هو يقوله ولا يقوله أني أنا تعبان لكن تقنيا هي أكثر من ذلك كلنا نحتاج للسترس لنوع من الضغط لنطوع من الصبح وتتطلع بساعتك تقول أنا صار لازم قوم للعمل فجأة بتكون ناسين إذا ما عندك عمل بتفتع عيونك بتطلع بتقول أنا رح أرجع نام لأنه هالإفرازات لن تحصل في جسدك إذا بتشعر حالك متأخر فجأة ترى أن النوم طار نعاس تبخر هناك طاقة عندك لتروح للعمل والله صمم هالسيستام هالجهاز في الإنسان حتى يفرز الإفرازات لا تشتغل وتتعب بعدين تجي إلى البيت فتنطفق هذه الإفرازات ترتاح تنام وهي تعيد نفسها لكن لما الإنسان بيوصل لحالي من السترس هالغدد هاي بتصير بحالة إفراز مستمر لهالنوع من الأسيد يلي بيخلي الإنسان دائما مهتاج أعصابه مشدودي متوترة وبما أنه ينوع من الأسيد ليش هي مرض لأنها تضرب أجهزة الإنسان بشيناك بتروح وقت عن طبيب أحد يسمى عن طبيب صداع أو وجع رأبي أو مفاصل أو أعصاب أو انتفاخ في المعدي أو بيفحصوا بأنه ما بيك شي سترس سترس فهي تضرب المواقع الضعيفة فينا لأنه أول ما تضرب وبحب أن نتركها لأي نقطة تانية لأنه يدركها عزيزنا المشاهد هي تضرب جهاز المناعة في الإنسان فربما لم تكن هي بقولوا الاسترس بيعمل سرطان صح أو لا بيعمل قلب هو ما بيعمل سرطان لكنه يضعف المناعة فالخلايا السرطانية تهاجم الإنسان بدون دفاع في الجسم فالسترس هو إذا بدك بنزين يلي إذا ضخ في معدلات طبيعية هو يدفع السيارة لكن إذا ضخ أكتر من اللازم بيسبب حريقة طيب شو اللي بيسبب هذا التوتر شو اللي بيسبب هذا الإجهاد أو الضغط أو الاسترس خلينا نرجع للكلمة الإنجليزية أيوة أول شي نمط الحياة السريعة التي نعيشه الحياة السريعة مع كل المتطلبات مع التكنولوجيا اللي بدك تترفق باستمرار مع الهموم مع انشغالنا بأكتر من أمر لأن الإنسان المعاصر هو قلق باستمرار كيف يعيش ويعيش أحسن من ما سبقه أو ربما محيطه شوفي متى ستة بقول الرب لذلك أقول لكم لا تهتموا لحياتكم من منكم إذا اهتم ولماذا تهتمون فلا تهتموا فلا تهتموا بمقاطع صغير خمس مرات يتكلم عن الهم بماذا يهتم الإنسان ثلاث أمور يكررها حوالي 12 مرة ماذا تأكلون ماذا تشربون ماذا تلبسون هموم الأكل والشرب واللبس والحياة وتزديد الاحتياجات والفواتير والتصميد للتقاعد وغيره فلا يقول لهم أنتم يا قليلي الأموال أو الحظ أنتم يا قليلي الإيمان فإذا الإجهاد المستمر والسترس المستمر والهم المستمر والقلق المستمر بيسرق الإيمان من حياتنا والعلاج باختصار أنا أقول هالأمور اللي رح ندخل بتفاصيله من نواهة عديدة بيعطي ثلاث علاجات للقلق للهم للسترس لقلة الإيمان أول شيء بيقول تأملوا تاني شيء بيقول انظروا انظروا إلى طيور السماء ستة ليست عشرين انظروا إلى طيور السماء تماني وعشرين تأملوا زنابق الحق ثلاثة اطلبوا ثلاثة أمور أنا مرة فكرت بهالمقطع الرائع شوف علاجات الرب بسيطة جدا أول شيء الإنسان بيكون قلقان ما بقى يقدر يتأمل بتشوف أمور جميلة في حياتك ما قادر انك تتأمل فيها بتشوف ابنك عم يلعب من حولك بدل ما تشوفه نعمة من الله زي لعبة متحركة جزء منك ترى على لأنه ساعدين مزعج غبي فشو بيعملوا اليوم بسلموه سلفون أو آيباد أو اجلس في غرفتك تحل عني أنا بطعميك بلبسك شو منقص عليك ما با يدرين نتأمل وما با يدرين ننظر قال انظروا إلى تور السماء أمتى آخر مرة تأملنا في طير عصفور وقلنا لك المجد يا رب أمتى آخر مرة تأملنا في زهرة وقلنا له نشكرك يا رب لأجل هذه الزهرة والثالثا أطلبه ما نطلبه وما نركض وراه ونجد في أثري في هذه الحياة هل فعلا نحتاجها كلها هل فعلا نحتاج البيت الذي عندنا بحجمه وبتكاليفه أو ممكن نعيش حياة مطمئنة هادئة في وقار ببيت في نصف حجمه ونصف تكاليفه مثلا إذا الرب أعطى الإنسانه قادر فليكن أنا دائم بقول الأخو إن شاء الله بدل البيت يصبح عنكم أربعة أو خمسة وعشرة الرب يكرمكم لكن هل نحتاج إلى هذه كلها ماذا نأكل ماذا نشرب وماذا نلبس فممكن يكون الهم والقلق ممكن يكون مصيبة في الحياة زي طلاق مثلا موت قريب أو حبيب امتحان ما والرسوب في امتحان جرح خسارة عمل وممكن يكون أيضا ضغط يومي في الحياة يفرض علينا مثل شغل إضافي مشاكل مالية قلة نوم أريد أن أحكي عن شغلتين مهمين جدا الخطيئة الحياة العالمية والذنب لما الرب قلنا لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم لأن كل ما في العالم هو شهوة الجسد شهوة العيون تعظوا المعيشة فالرب يجل يعطينا سلام لكن شوف أخي نزار أنا بعرف أنه من حياتي بعترف أنه أنا أحيانا أقع في هذا الفخ نحمل نفوسنا هموم وأرتباطات أكثر مما ينبغي وآخر نقطة أريد أن أقول أنه في غاية الأهمية سترس الضغط الجهاد الذي يقتل ويمرض ليس بالضرورة شيء سيء ولكن بنفس الطريقة يمرض ويقتل إذا كان ضغط جيد مثلا إذا واحد تزوج واشترى بيت وسيارة وغير عمله في نفس السنة تقريبا هو سيكون معه قلق وربما أمراض عصبية أو نفسية بمقدار الذي خسر بيت وخسر زوج لأنه أي شيء يثيرنا ويشغل بالنا هذا إجهاد ودائما أعطي هذا المثل إذا سيارتك معدل يحمل خمس أشخاص وانت حملت فيها معدل يحمل خمسمائة كيلو وانت حملت فيها ألف كيلو طن ذهب أو بحس الوزن سيكسر السيارة في نفس الطريقة لأنك حملت ضعفي ما يمكن أن تحمله وهذا الأمر الذي نحن ربما نقع فيه فخ هذه الأشياء أكثر الحمد لله كل شيء منيح نركض وراء الشغل نركض وراء هذا وراء ذاك وبدأنا نتعلم أكثر وبدأنا نشتري أكثر وبدأنا نحقق أكثر وفجأة منصير نحن زي مكنة التي تشتغل باستمرار وما عندها استقرار لا أدري أن ننظر ولا أدري أن نتأمل ولا أدري أن نطلب ملكوت الله فمن شناك أحيانا نحن نقع في خطر الإجهاد الأمور الجيدة فتضرنا لأننا نراها جيدة في ويبسايت على الذي يحب أن يتابع اسمه stress.org المفتاح الأساسي لتقلل نسبة الضغط والإجهاد هو أنك تمنع حصوله مثل ما دائما أنا بسميها الصلاة التي تمنع التي تحجز استباقية هذه الكلمة استباقية الرب علمنا نصلي ليس أخرجنا من التجربة ولكن لا تدخلنا في التجربة إذا وقعنا في التجربة نصلي والرب من نعم تستجيب لكن الأفضل أنك تنبي على قلبك قبل ما يتسكر الشريين وتطلب العلاج الإجهاد لما الإنسان هذا أمر خطير أقوله لما تعلمته أنا بالحقي لما كنت أدرس هذا الأمر وأكتب عنه أتروحة الدكتوراه بعلم النفس كنت أجتاز ظروف طاحنة وضاغطة والرب استخدم هذه الأمور التي درستها لأفهم ما أجتازه و أستبق عدم الوقوع في مشكلته لما الإنسان يبدأ بالمعاناة من نتيجة الاسترس والإجهاد تستجيب 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 ليس منك ما فيك تصلحها ولكن أنت أكلت الضرب نرجع لمثل السيارة لو أنت فرحان بسيارتك تضع فيها دهب ألف كيلو كل يوم تأتي فيها واكتشفت أنه سيارتك موتورها تعب والترانسميشن وأويلها تعبت وشلت الألف كيلو منها هذا يعني أن السيارة اصطلحت بدأ وقت لترجع تصلح جهاز وراء جهاز وراء جهاز وراء جهاز فيها فمن شان هيك الحياة لازل تكون بسيطة أتى ليعطينا سلام أتى ليعطينا راحة أتى ليعطينا رجاء ليعطينا فرح لا لنضع مئة هدف في نفس الوقت ولكن لنكتشف قصده وهدف حياتنا في المسيح فهذه الطمؤنينة التي يعطيها الرب تريحنا من كل الأمور التي نشغل نفسنا فيها وأختم هذه النقطة بما قاله الرب يسوح حين دعته المحبوبة مرثة إلى بيتها فكانت منشغلة بقول مرتبكة ديستراكتد الإنسان ديستراكتد لما بيكون مش مركز الأساسي كانت مركزة على أمور ثانية مرتبكة ومضطربة ومهتمة ثلاث كلمات صعبين وأمور كثيرة والمسيح ما قاله بالحقيقة يعطيك العافية أنك تتعب أكثر من مريم بكلماته كان فيه توبيخ لطيف يقل أنت ضيعت الهدف أنا مش جائلة هون حتى تطعميني أنا جائلة حتى طعميك أنا مش جائلة حتى أنت تخدميني وتقدمي لي هذه فرصة حصلت مرتين في حياة مرثة أن يدخل إلى بيتها لكن أنا موجود استفيدة من فترة وجودة معك وميش من الأحيان حتى في الخدمة في قصوص يعني يصابون بكل قرحة وغيرة من الأمور والصعوبات بسبب ضغوطات الخدمة فلا نركز على المشهد الحقيقي الذي يدور من حولنا ماذا يريد الله أن يعمل من خلالنا بل نركز أحيانا كثيرا على الأمور الثانوية طيب خلينا أسأل يعني أسأل بنتي يعني إيش هو تأثير الإجهاد على حياتنا في دراسة تحصي خمسين تأثير جسدي صحي للسترس غير تأثيرات العديد الأخرى اللي رح نتناول ثلاثة منها ما رح يدور إلى الخمسين لأنه يعوزنا حلقات طويلة لكن من التعرق نشاف الفم شد على تقريب الصباح أوقات حنكك تعبان والدكتور بقول لك أسنانك تتفسخ من الشد عليها في الليل فيه جهازة واطمين حتى في الفم لا وجع المفاصل لا وجع الراس لا تأتأ تمتمي تأتأ في الكلام لفقدان أو ضعف الذاكرة والتركيز والتركيز في حياتنا للانفعال الشديد للشعور بالأحباط للتثائب المستمر زيادة أمراض الحساسية الأرجي في الجسم سببها لا لأنه كل هذه نتيجة شحة المناعة ضعف المناعة فتحارب الجسم أنا لما بيكون مسترس بيطلع لي هيربيز يعني هون الحبوب التي تطرح حمو أيوي إما داخل الشفاء أحيانا التعرق الحكة المستمرة والأمراض الجلدية وغيرها وغيرها فقدان الشهية أو الأكل الزايد فقدان الرغبة الجنسية الحميمية في العائلة أو إجمال للفقدان أو الناس اللي بيستسلموا لشهواتهم ضعف العلاقات عدم الإنجاز في العمل إلى آخر إلى آخر إلى آخر لكن فيه ثلاث أمور أساسية بحب أني أذكرها من دون ما أقدر أخذ تفاصيلها أنا لما كنت بدي أكتب أطروحة الدكتوراه كانت دكتوراه عبارة عن ثلاث أجزاء تلتها مواد مطلوبة تلتها مواد أنا أختارها وتلتها كتابة أطروحة 200 صفحة عن موضوع معين فأجي أكتب أطروحة وقالت أنا أريد أن أفيد أكبر عدد من من الناس فأصدرت أطلع على الإنترنت على أكثر خمسة أو عشرة من الأمراض النفسية الأكثر شيوعا وانتشارا فاكتشفت أنه فيه ثلاثة ضمن أي لائحة موجودين ضمن أول خمسة أو ثلاثة أو عشرة أو سبعة هن القلق وهو المرض النفسي الأول في أمريكا الشمالية أو الاكتئاب وهو المرض الأول عند النساء أو بيتي أس دي بوست ترماتيك سترس دس أوردر هذا أكتئاب ما بعد الصدمة لما واحد يجتاز بظرف صعب يكون قوي يواجه ومن بعد يخلص ينهار أكتئاب ما بعد الصدمة فأنا أريد أن أكتب عنوان قدمت للأستاذ التبعية قدمت له عنوان المقترح يجب أن يقبل ثلاث أكتر أمراض نفسية منتشرة في مجتمعنا المعاصر وحصلت على القبول وابتدأت إقرأ ويجب أن تعمل القراءات تبعك وأنا أقرأ أتشفت أن وراء هو الثلاثة وأي خمسة أو سبعة أو عشرة أخرى هو سترس فحولت لسترس تكلمت عنه كلنا عنا سترس قد ينتج قلق وهذا الذي قررنا عنه بمتى ستة ولماذا تهتمون كلمة في فرق بين الهم والاهتمام كلنا يجب أن نهتم ولا أن ننهم تهتم بصحتك تهتم بحياتك تهتم بأولادك تهتم بإيمانك تنهم أن تعمل كل هذه الأشياء وأنت قلق وانت خائف سلامك مفقود وممكن يكون مصدر قلقك أقدس الأمور أنا في مرحلة معينة في بدايات خدمتي أول لنقول عشر سنين ربما من خدمتي بدأت الخدمة بسن مبكر جدا كنا عمر 23 سنة بدأت في تفرغ للخدمة شعرت أني أنا ابتدأت أكون متوتر وغير راضي وهذا ظهر بطريقة واضي طريقة التعامل مع الناس ليه لأنه شفت الناس لا تتجاوب كما ينبغي قاعد عن مثلا الخدمة ولا أرى الناس تتحرك للخدمة قاعد مثلا عن التوبة ولا أرى ناس كثيرة تتوب فصرت تعبان وظهر تعبي وتوتري تجاه الناس فصرت كثير التأنيب وكثير التوبيخ والإنذار وهذا ما بيخلي الناس تتجاوب أكثر بيخلي للأسف العالم معدي ومركب بأنه تتجاوب مع التشجيع أكثر مما تتجاوب مع التوبيخ فروح تصلي يا رب شو العمل ومرة شعرت وكأن الله يقول لي أنت اسمك خادم تنقل رسالتي وليس اسمك مخلص الكنيسة أنا مخلص الكنيسة ليست وظيفتك أنت لست الروح القدس لتغير الناس أنا عندي الروح القدس فأنت لست مخلص الكنيسة ولست الروح القدس وأذكر بهذه الأمور نفسي على مدى السنين أذكرها كل مرة نعمل تدريب لخدمي معين يذكر الأخو بهذا الموضوع أنت خادم اخدم بكل اجتهاد وبكل صوم وصلاة وفرح لكن اترك الرب هو الذي ينمي فأنا ارتحت ارتحت وهذا خفف استرس كم من المرات نظن أن الخدمة واقفة علي والعائلة قائمة علي والكون يدور حوله إلى حد ما استرس هو من مرض الفاشلين هو مرض الرؤساء والوزراء والقصوص والأطباء والناجحين والقواد هؤلاء الناس اللي بيعانوا من سرس بالتالي القلق والدبريشن القلق وكثير من الناس يكون عندهم الاتنين القلق والدبريشن حالتين صعبين جدا إذا بدك نلخص الاختصار بينهم القلق هو مكتئب لكن متوتر باستمرار ولكن المكتئب ديبرست هو المكتئب المنصح بالمبقى عنده طاقة يعمل شيء ولا بده يعمل شيء بتودى لما كان بس الشعور تقريبا متشابه وأحيانا كثير تؤدي إلى القلق يؤدي إلى حالة مؤلمة جدا الإنسان ممكن يشعر حاله عم يجي نوبة قلبية أو جلطة يشعر بأنه هو ينهار إلى جهنم يشعر بأنه بحالة السوداء لا يريد أن يعيش بس تجي بشكل هجمات مش حالة مستمرة هجمات هجمات هاي أمور صعبة جدا وأحيانا تحتاج إلى أدوية حتى إنسان وغير من علاجات حتى إنسان تهدأ ثورة الغضب وثورة الانفعال الشديد في داخله ويحتاج أيضا ليعرف مسببات هذه الأمور لكي لا تتكرر فإذا عملت سيارتي بطريقة معينة وانهارت نعطي السيارة كمثل فشلت منها الوزن الزايد وصلحتها وغيرت مطورها وصلحت كل شيء ومتنتها وعملتها كما عملت في السابق كما نهارت أول مرة نرجع نفس المشكلة موضوع شيق كثير أسيس نيكولا أنا كمان في بداية خدمي يمكن لأول مرة بقول هذا الشيء وبالنسبة لإلي يعني الخدمة معادلة بسيطة جدا يعني فعلا كان كلام الرب لإلي أنت اكرم اسمي واترك الباقة علي آمين أنا بطيع الرب في كل شيء المطلوب نصلي نقود الناس للخلاص للبركة للتوبة للشفاء للحرية إحنا قنوات الرب كان كلامه اكرم اسمي أنت اكرمني واترك الباقة علي هذا عمل الروح القدس موضوع كتير شيق خلينا نخط فاصل والآن نفوت على العلاج قبل ما تنتس طيب برضو أحب أشجع أنك تشوف هذه الحلقة وعلى فكرة فيك تشوفها كمان مرة تانية على الفيسبوك إذا في أشخاص عندهم هذه الحالات التي تسمع عنها من القسيس نيكولا اتواصل معناها بكل سرور حتى ممكن ناخد أسئلتك لقيله نوجهها لقيله وأكيد أكيد نحب نساعد كل شخص من ناحية روحية ربنا يبركك ابقوا معي سأعود بعد هذا الفصل موسيقى 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 أهلا أحبائنا المشاهدين حديث حلقتنا مع الدكتور القس نيكولا ياسمين عن موضوع الاسترس أحكيها في الإنجليزي أسهل موضوع الإجهاد الضغط تسميها ما تسميها وحكينا عن المسببات والعوارض لكل هذه الأمور التي تحدث معنا وشفنا أن هذا الشيء ليس لع كبير ولا صغير الكل يعاني منها كبير صغير وزير مؤمن غير مؤمن مسلم مسيحي كل الناس تمر بشكل أو بآخر في هذا النوع من الاسترس وبما أن هذه الحلقة طبعا نحن غرضنا تمجيد الرب يسوع المسيح وبدنا الناس تتشفى وتتحرر كمان فعاوز أسألك أخني قولا عن العلاج إيه هو العلاج للإجهاد العلاج للإجهاد حكما لأي مشكلة إذا تتحطهم بأربع خنات الإضطرابات النفسية سيكولوجيك إيموشنال عاطفية برسنال شخصية أو منتل والإجهاد ممكن تكون متداخلي في كل هذه هناك أربع طرق هناك من ينصح مثل الديانات الشرقية بالمديتيشن ارتاح تأمل تفكير تجاوزي والتأمل أمر جيد من هذه الناحية التي هي بمعنى الاستلقاء والسكينة الرب قالنا تأمل زنابق الحقل انظروا تشوف تعلم دروس لكن للأسف أنا بحذر أحبائنا أنه مرات تيري مع اليوغا والمديتيشن تدخل أمور الأرواحية وكل واحد يدخل بالديانات الشرقية الأرواحية ويتواصل مع العالم الروحي المظلم وهو لا ينتبه أما أنه الإنسان يستلقي أنه يتأمل يقوموا على شط نهر أو بحر أو شجرة ويأخذ وقته بالتمشي هذا أمر في غاية الأهمية وهناك العلاج أيضا النفسي البعض منه خدع لا تؤدي إلى نتيجة للأسف هناك كثير من تزييف بهذا المجال ولكن فيه مثلا العلاج الإدراكي ما يسمى بالعلاج الإدراكي كوجنيتف بيهيفيرو ثرابي الإدراكي العملي بمعنى أن أنت تنظر الأمور وتسميها بطرق صحيحة ومختلفة بل ما تقول أنا الأولاد عم بطيرولي عقلاتي تدرب نفسك تقول الأولاد أولاد والجهل مرتبط بقلب والأولاد بركة في حياتي نفس الأولاد ونفس الحالة لو نظرت لها بطريقة مختلفة تغير وشيء من هذا القبيل لكن أمر أيضا كبير جدا ومنوبها السطحية وهناك أيضا العلاجين اللي بدي أركز عليهم اليوم العلاج العملي والعلاج الروحي أو المسيحي أظن أنه رح نحاول نصرف ما تبقل لألنواق في هذين المجالين وقتل منقول العلاج العملي مسببات تسمى مجهدات أسباب التوتر هو موترات أسباب الضغط وضغطات تماما فإن لم تحاول أنك تشيل الضغطات لن تتخلص من الضغط قال متى عرف السبب بطل العجب وكما تكلمنا في حلقة سابقة الإنسان جسد ونفس وروح اكسر مثل طاولة ووقفة على ثلاث أرجل اكسر أي واحد ستقع الطاولة باتجاهها لكن ستقع الرجلين الثانيتين لازم تقول هل ما يجهدني أمر روحي أي هناك خطية هناك عدم طاعة عدم شركة مع الله عصيان يجب أن أعالجوا وبعدين الأمور الأخرى تتصلح لنقول أن وقعت الروح وأصلحتها ستقف الرجلين الثانيتين هل المشكلة الجسدية أنا مرهق أنا تعبان أنا أركض وشاغل نفسي بأمور كثيرة بروح على الشغل وريد يروح على الجيم على نادي الرياضة هل من خطأ لا لا يسونا خطأ لازم أسهر مع رفاقي هل من خطأ أنه أسهر مع رفاقي لا وليزم أعمل وليزم من خطأ بس حطهم مع بعض أصبحوا خطأ لأنه غير ضروريين فيجب أن أنزع فتيل الانفجار لو عندك مدفع وعندك برودي أو عندك قنبلة ونزعت الفتيلة شلت الرصاصة منها خلص ما بقى مخيف ما في انفجار فنحن للأسف نعاني من الاسترس ونحاول أن نتخلص من الاسترس وليس من مسبباته وهذا مستحيل حكي لنا أكتر عن خطوات عملية للعلاج هذا أول شيء أن نتخلص منه ندرك ونخلص منه يعني زي ما بقول أنت يعني لما بتشخص المرض هاي نص العلاج تماما تماما وتتوقف عن مسبباته إذا مسببات السكري عندك أكل السكر واقف واقف السكر وأيضا هناك الصحة الجسدية نحن في جزء من العالم يقول كتار من الناس أورويت صح فأحدهم قال علاجك كان يقول علاجك في عقلك يعني اليوم يقال علاجك في معتك معظم الناس يعني وهذا يسبب فتصرى في طريقة صحية اذهب إلى دكتور مش غلط يعني مش بس مش غلط من الواقعية والتواضع والنج أن نذهب إلى اختصاصي ونسأل وعلى أن نخرب حياتنا إن كان صحيا أو جسديا خذ قسط كافي من الراحة كل الدراسات تقول إن الإنسان يحتاج إلى تسع ساعات كمعدل بالأربعة وعشرين ساعة للنوم تسع ساعات تسع ساعات إذا نمت سبع ساعات كويس أنك تاخد في النهار ناب أقل شي ثمان ساعات أي شخص ينام أقل من ثمان ساعات خلال أربعة وعشرين ساعات كمعدل بشكل متواصل هو يهيئ لجسده ليكون تحت واقع الضغط لأنه النوم سلسة النوم تتألف من ثلاث ساعات ثلاث ساعات ثلاث ساعات ثلاث ساعات ثلاث سانية يروح بمرحلة النوم والنوم العميق ويرجع بيصحى فأنت محتاج لثلاث مراحل من النوم العميق السبات العميق يلي هو يكون أهم شي فائد الجسم ليطفي كل أجهزة للإنسان الأدرنالين وحتى يرجع يبدأ من جديد كل أكل صحي تدرب يعني روح تمشى في ناس يقولون ما عندي وقت أنا أروح على الجيم من زمان كانت كل الناس بدنيا جسديا يأكلوا كل أنواع المأكلات والشحومات واللحومات ولكن يحرقوها كان رجل يذهب إلى الحقل يمشي ساعة أو أكثر يشطل كل نهار لا يرجع كانت السيدة تعجن وتغسل وتذهب وتأتي إلى الفرن وإلى غيره فاليوم نعمل كل شي من خلال هالجهاز الموجود في أجسامنا ما عادت تتحرك كما خطت له الله أن تكون وانتبه جدا أنا أقول لأخوتي المتزوجين انتبه جدا إلى علاقتك الزوجية لأنه أول نتيجة للسترس هو التباعد النفسي والإنتمسي الحميمية بين الزوج والزوجة وهذا يؤسس لكل أنواع الخلافات والتنشن والخصومات والجفاف في العلاقة الزوجية فأذن نخفف من أهمية هذه الأمور في حياتنا والأمور تتراكم وتتراكم وتتراكم وفجأة تبدأ الأجهزة التي فينا تضعف ومنقول باللبناني تفرط الذي لديه ضعف في قلبه أو في معدته أو في مفاصله أو في ظهره أو في رأسه أو في عينيه فتأتي الألم وتأتي الأمراض فعلينا أن ننتبه على التأثير الجسدي للسترس وبالتالي كيف نزيل هذه الأسباب لكن نحب أنه بالوقت الباقي لأنه عدة مرات تجع أن نتكلم في أمور لو نوصل للحل نتطلع لهذه الساعة ساعة بسرعة فنحن نفوت على العلاج الروحي نخش في الصميم الذي هو الأهم كل ما سبق لا يقل أهمية للتوازل الموجود ولكن إذا كانت القطار يواجه مشكلة أكيد يجب أن تذهب إلى الرأس وليس إلى الفاجونات وبعدين أنت حكيت عبارة وهي عبارة كتابية أن الإنسان مركب جسد ونفس وروح فأنت كله مترابط في بعضه فنحن ليس نعامل شيء أفضل من شيء لكن أين نبدأ نبدأ من الأهم بالقطار تصلح الرأس وليس الفاجونات في السيارة تصلح المتار قبل أن تصلح ضوء المحروق مثلا نعم فالأهم ما يجب أن نعمل ونحن هو أن ندرك غاية وجودنا لماذا أنا موجود من أين كل الفلسفة كل الفلسفة تدور حول ثلاث أسئلة من أين أتيت لماذا أنا موجود وإلى أين نذهب أسئلة بسيطة كثير لكن عميقة عميقة وإدراكة وتطبيقها مش سهل من أين أنا أتيت بفعل مباشر وتصميم مباشر وقصد مباشر مش بس أن الله خلق الإنسان لكن الله خلقني وهو يحكم بالمكان وبالتوقيت بقول في الكتاب على حدود مسكنهم لماذا أنا خلقت في هذا الجيل في هذا العصر في هذه العائلة في هذا اللون البشرة وأعيش لأن الله عنده قصد أن يأتي به إلى هذه الحياة وهذا بعض الناس يشعروا بنوع من التحكم الإلهي أو ينزعجون مزمور 139 قال له يا رب أنا حاولت أهرب منك وما قدرت أنا ذهبت إلى السماء فأنت هناك إن ذهبت إلى الهاوية فأنت إذا أخذت جناحي الصبح زرحت الشر أو سكنت في إقاس البحر فهناك أيضا تهديني يدك كان منزعج من معرفة الله شعر أنه طو ماتش تبير يعني كتير عم بيقدر يتخبى من الرب بالآخر قرر يتخبى في مكان معين قال إن قلت أن الظلمة تغشاني بروح مكان مظلم فالظلمة عندك تضيء كالنهار بعدين افتكر بمصر تبير أنا منزعج من معرفة الله الدقيقة والعميقة الليس كلمة على لساني إلا أنت عرفتها كل شيء أنت تعرف من جوا ومن برا فكر من وقت الذي الرب كونه في بطن أمه وهو مكان دريان الله كساه جلد ورقم عظامه وصنعه بطريقة مميزة حقا أني قدم وهذه أرجوكم إذا حنا يتفرجوا عم يأخذ نوت أو يحب يأخذ نوت كتبوا هذه حقا أني قدم تازته عجبا عجبا بس إذا ندرك هذه الحقيقة أنا مش متركمة الخيي نزار يمكن يعجبني جدا أخي نزار وأقترب به بعض الأمور لكن أنا ما اسمي نزار ونزار ما اسمه أنا أتعلم ونتعلم بعضنا لكن أنا علي أن أعرف أني بنظر الله كوة الله خلقني وكسر الآلب خلقني لقصد عنده ميزني عجبا كل واحد مننا عجيب بنظر الرب ومحبوب بنظر الرب يكفي أن أكون ما أرادني أن أكونه لأنه نحن مرات طير نعمل الأمور لأنه نتمثل ببعضنا ونتشبه ببعضنا ومنغار من بعضنا واحدة من المشكلات الكبيرة في مجتمعنا هو التقليد تقليد أنا عاوز أقلد الشخص الآخر وبنس أنه أنا شخص مميز في نظر الله صحيح إذا أريد أن أختصر الأمور بثلاث نصائح أقول تخذ خطوات روحية عملية تخذ خطوات روحية وتخذ خطوات قناعية إذا أستطيع أن أقول قناعاتك خطوات العملية أرادها الله لك أقبل ضعفاتك هذه قمة النضج أن لا نعتم على ضعفاتك اقبل ضعفاتك اقبل محدوديتك ففي ناس بفكروا لو بإمكاني أتغير أتخلص من هذه النقطة الضعيفة في حياتي لحققته العجائب إجرى الرب قال له العكس لابولوس قال له تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل قال أنا عارف ليش تركت الضعف في حياتي لإلا أرتفع أرتفع شوف حالي بكثرة بفرط الأعلانات فوقت رب يحط تلك النقطة الضعيفة تلك المشكلة اللي نحن نسميها مصيبة فغير نمط تفكيرك في الحياة الخطوات الروحية أول شيء تعرف على المسيح لأن الإنسان المتوتر المجهد القلقان المكتئب هو إنسان غير قادر أن يغفر لنفسه ربما ينظر بدوني لنفسه ربما ضميره تعبان بسو خطيات المسيح يحرر من خطيات المسيح يبرر يغفر لن خطيات المسيح يطهر يزيل لنا خطيانا المسيح يكفر المسيح يدمر كل شوائف في حياتنا المسيح يعمل عمل عجيب حالي يقول لي بس فيه شخص قال آمن وما تغير هذا ما آمن الله يعرف القلوب لأن المسيح لما بيغير شوف كل واحد إجت تلك المرأة السامرية الهاربة من مجتمعها بسبب حياتها الأخلاقية باختصار لما ارتوت بالمسيح لم تعد هاربة من قريتها ركضت إلى قريتها تخبر على المسيح فترى أنه المسيح يبدل ذلك الخوف ذلك الشعور بالخلف الشيم العيب إحساس بالخزي والعار نحن بعيشونا بالعيب نحن وصغار نجيب 80 عيب عليك لما يجيب 90 بالمدرسة أنت الخامس عيب عليك لما يجيب أنت عملت هذه الشغلة ما تخلي حدا يعرف من خاف من الفضيحة أكتر ما من خاف من الرب بالأسف تماما عيش لليوم هذه النصيحة تابعي يكفي اليوم شره الغد مش في اليد ولكن الغد في يد الذي بيده أمرا نعم ما تفكر بالغد سلم للرب أمرك وهو يجري اسعى للسلامة وشو كمان وجد في أثرها السلامة للإنسان الإجابي ما بتلاقي غير هيدا زعليه من هيدا لأنه ما بعرف شو قال له أو عمل فيه بالماضي يا أخي اطرح هذه الأمور عنك المشاكل مش مع يعني البعاد ما هي الجرح الأكبر اللي بيجي من الأقرب بتلاقي الناس بيعرف ناس عاملين بلوك لنص عائلتهم وأصحابهم يعني كبر عقلك ويمكن من أمور كبر العقل حط الحق شوية عليك ربما مش الحق كله على الآخرين بقول لك الباب اللي بيجيك منه الريح سده واستريح بس إذا سدنا كل البواب بنختنئ أكيد فيه لازم نترك متنفس متنفس لنا اغفر لنفسك يا ما فيه ناس مش قادرين يتخلصوا من الماضي مش بس مش قادرين يغفر للآخرين مش قادرين يغفر لنفسه كيف أنا بعمل هذا الخطأ كيف أنا الرجل وأتصرف هيك كيف أنا أعمل هذا العمل التجاري ووصلت إلى هنا والرب قادر أن إما أن يصلح أمور الماضي ما أفسدناه وأما يعطينا مستقبل أبهر مما خسرناه مثل أيوب كانت حياته سترسفو الله لم يقم أولاده وبناته اللي ماتوا من الموت لكن عطاه أولاد غيرهم ورده أولاكو تماما فيه أمور ردله إياها رد الله سبي أيوب وفيه أمور صالحه مع الآخرين أصحابه لما صلى لهم وفيه أمور جديدة من الماضي الرب أعطاه أضعاف ورد اعتباره كمان ورد اعتباره نحن لو إن أرضت الرب طرق إنسان جعل أيضا أعداءه يسالمونه فالإضطراب هو نتيجة السترس والسلام هو عمل إليه يعمله في حياتنا أمر آخر ركز على الأمور المفيدة في حياتك الأمور البنائة الأمور الإيجابية الأمور الراقية أحدهم قال عشر الصغار فتصغر وعشر الكبار فتكبر أمر بديه لما تعيش الأمور التافهة في حياتك السخيفة الثانوية الغير مفيدة خد على سبيل المثال اليوم هذا الجهاز العظيم اللي بين أيدينا يلي فيه كاميرا وحاسوب وأجاندا وميكروفون وبريد فيه العالم العالم في يدك لكن أصبح مستعبة للناس بتشوف أربع خمس أنا مرة عملنا اجتمع للشبيبة وبعدين قاعدنا سهرنا مع بعض شوية وفجأة بلاحظات شعرت الكل صامت بس شفت واحد بيدحك في مكان معين حدا بيتطل عم يحكم مع بعض كلهم بدون كلام في هيد السلفون بيش حال بيقول أنا مش قادر أخذه من إيد ابني أو بنتي ونت تتكلم عن أشياء حلوة بعد ما دخلنا على الأشياء السيئة الموجودة أنا بقول حتى شخصي أنا مش قادر أخذه من إيد ابني أو بنتي فيه خطأين أول خطأ مش قادر تأخذه من إيد ابنك لأنه أنت عم تتعامل مع هاتفك أو الشاشة طبعك مثل ما ابنك عم يعمل فما بتشعر أنك أنت قادر تقول له اتركه من إيدك وأنت محامله أديش فيه ناس من فيسبوك لفيسبوك لفيسبوك اللي هو جيد بقدر معين من فيلم لفيلم لفيلم في وقات برامج تلفزيونية التركية والمشعار في شو محترام للجوية 300 حلقة أو 500 حلقة يا أخي لو أنت صرفت 500 ساعة 400 ساعة يا أختي 300 ساعة المسلسل تقري فيهم كتب لهوتية أو مفيدة أو الكتاب المقدس لأصبحت قسيس يعني ما عندنا وقت نقرأ كلمة الرب لكن النقطة التانية نحن للأسف استسلمنا وتخلينا عن دورنا كأهل تركنا المدرسة تربيهم والمجتمع تربيهم والشاشة تربيهم والميديا تربيهم عيب علينا نتخلى عن أولادنا أولادنا مش محتاجين للبس أكتر مش محتاجين للعب أكتر لما بيجي عيد ميلاد أحد أحفادي عندي أربع أحفاد ما بعرف بحتار شو بردي يجيب لهم عندهم الكثير من اللعب واللباس ما بعرف شو يلي لازم جيبه لكن أولادنا محتاجين لما حبي ولتهزيب ولتمضي وقت معهم فيريت نرجع نعيد سلم أولوياتنا في حياتنا ونتوقف عن التفكير بنفوسنا ونفكر أكثر بقصد الله وبالآخر شوف يقول بولوس إن كنا نعيش للنفس للذات فمن الذات نحصد شو موت وفساد اليوم وأنا بدنا نركز عن نقطة المنتق اللي آخر جزء باختصار أيضا لسابق الوعد غاية المجتمع اليوم يقول تالي أنت ملك نفسك لا يوجد إليه خلقك ولا يوجد كتابي إليك كيف تعيش وإذا عندك مشاكل هي مش بسبب الناس من حولك الحق على أمك على أبوك على المدرسة على النايب على الوزير على الكل إليك شو هدفك في الحياة هذا مذهب اسمه هيدونيزم مبدأ المتعة أنت موجود كم سنة تمتع فيهم بأي سبب وبأي ثمن لنأكل ونشرب لأننا غدا تماما مرتك سبب فرح ومتعة لك احتفظ بها بطلت غيرها استبدلها مش هناك تلاقي الناس بتغير سياراتها باستمرار وأصدقاء باستمرار ومجتمعاتها باستمرار وبيوتها وأشغالها في استمرار كان الوحيد يتوظف وظيفة يموت فيها هلأ كل سنة سنتين وين صرت عم تشتغل لذلك الكتاب قال العكس إذا تعيش للذات الذات الصغيرة ضعيفة محدودة خاطئة ذاتي وذاتك كلنا عيش للرب رح تحصد فساده موت عيش للرب وللآخر مغبوط والعطاء أكثر من الأخذ لو تروح تساعد شخص محتاج لمساعدة تسلم على شخص محتاج لسلام تسأل عن شخص محتاج لسؤال أديش في ناس بتموت في المستشفيات وحيدة بيدور العجزة وحيدة خاصة بهذا الجزء من العالم ما حدا بيسأل عنها على الإطلاق لكن آخر شي بحب أني أقوله ارجع إلى عالم أوقات تير نطلع على بدنا متعة من العالم المحيط فينا من بر ندخل أشياء إلينا قال الرب يسوع متى صليت اذهب لأوين مخدعك غرفة نومك اغلق بابك هذا الباب وهذا الباب اغلقهم وهنيك في الخفاء تكلم لأبيك أبوك الذي يراك في الخفاء يجازيك علانية كيف صار له المؤمن ما راح أعد في الخفاء أعد تأمل أعد صلى أخذ وقت مع الرب هناك قوة هناك شجاعة هناك تعزي هناك رؤية هناك هدف نأخذه من العلاقة مع الرب مع كلمة الله بالكلمة يتكلم إلينا بالصلاة نتكلم نحن معه هذا التكلم بعمل الروح القدس فينا نعرض نفسنا لعمل الله افرح بخلاصك اعرف قيمتك في المسيح أنت افتديت ابن الله بذل حياته عنك مصيرك السماء مهما طالت مهما أسرت أنت لك الموعيد وأنت لك الميراث أنت لك التبني ولك العهود ولك الحياة الأبدية أنت غني تمتع بغناك وما تروح تشحد شوية قبول من الأصدقاء لا تكون مثلهم وشوية الأمور الله خلقنا على صورته على مثاله أراد أن يرفعنا إلى سماواته سيرتنا نحن مواطنيتنا مسلكنا هي في السماويات فكل ما الله شد فينا إلى فوق جذبنا إلى فوق كل ما نرتقي فوق ضعفاتنا ونحقق هدف وجودنا وكل ما تخلينا عن إلهنا كل ما نزلنا إلى هذا العالم الترابي المائت الفائت البائد وخسرنا قيمة حياتنا وهدف وجودنا أخ نيكولا طبعا في الدقائق اللي بقيوا معنا موضوع الحلقة كيف نعالج الإجهاد والضغوطات لو أردنا أن نلم الموضوع كله على بعضه ونوصل الرسالة لكل العالم اللي عم بشاهدنا وفعلا عم بمر في كل أنواع الإجهاد وعم بمر في كل أنواع الاسترس والضغوطات أي الرسالة في النهاية اللي عوزين نوصلها للمشاهدين الرسالة هي التالية ببعض آيات مزمور ستة وخمسين ثلاثة في يومي خوفي أنا عليك أتكل إن لم يشبع الرب القلب والفكر والإرادة والهدف واليوم وبكرة لن تشبع الإنسان كل أمور هذا العالم العين لا تمتلق من النظر والأذن لا تشبع ولا تمتلق منها الحل متى 13-22 المزروع بين الشوك البزر المزروع بين الشوك هو الذي يسمع الكلمة وهم هذا العالم وغرور الحياة يخنقان الكلمة فيصير بلا ثمر هم الحياة وغرور الغنى وبدّي وبدّي ومش مكتفيين الاكتفاء كونوا مكتفيين بما عندكم الاكتفاء هو كنز مفقود في هذه الأيام الحل تيمو ثاوس أولى ستة يقول أما التقوى مع القناعة فهي ربح عظيم تجارة عظيمة أي ربح مش تجارة عم تيجر فيها جين جريد جين سلاما أترك لكم سلامي أعطيكم ليس كما يعطي الدولار والعالم والسيارة والزواج والمنيحة والأبيحة في حياة ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا آخر شي قدس يوم السبت شو يعني قدس يوم السبت هل الله يتعب لك يا سريح في يوم السبت لا هذه كله كتبت لنا مثالا لنا الله شو ينسترح في يوم السبت هو لم يتعب قال استرح الله في يوم السبت من جميع أعماله التي عملها ما فيك تشتغل ننستاب في نهار بالأسبوع السبت شبات يلخص بكلمتين الراحة شو لازم نعمل يوم الراحة أحدهم جواب absolutely nothing نحنا بيجي نهار السبت نهار الأحد نهار الجمعة حسب بلداننا منصلح السيارة ومنقص الحشيش ومندفع الفوتير هيدا مش لألك هيدا نهار الراحة للرب خصص يوم تعبد الرب شبات كمان تعني انقطاع قطاع براو يا أخي عباد الرب هيدا نهار مش لألك مشغول أسيس ما بقدر يجع على الكنيسة مشغول مشغول الشغل ما بيخلص فنصيحتي لكل واحد مننا أعرف قيمتك في المسيح اختبر المسيح ارجع لكلمة رب لتعيد برمجتك كإنسان واستريح اترك الرب يعمل في حياتك امين 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 اذا ممكن اخني قوله ولا في نص دقيقة هاي كلمة صلاة للي كل بمر في الاجهاد امين انت قلت يا رب في متح داعش تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقلية الأحمال وأنا أريحكم البعض مننا فهمة بالعكس فكر انه هو بيجي لعندك بيكون مرتاح فبتقوم انت بتشغله امتياز لنا ان نعمل في حقلك وخدمتك يا رب لكن ارجوك انك انت تساعدنا نكون مرتاحين لانك انت المريح انت راحت نفوسنا انت قلت لا تهتموا بشيء بل في كل شيء في الصلاة والدعاء مع الشكر ساعدنا وعلمنا يا رب انه نستريح معك نستريح فيك ونعلم ان هذه الحياة لو أتت لنا بالمصاعب والهموم هي وقتية مهما طالت وحياتنا الأبدية اللي انت سميته يوم راحة أبدي رح يكون معك عن قريب بارك أخي الحبيب أسيس نزار وفريق العمل وبارك كل المشاهدين وتمجد في حياتنا اشفي جميع المتعبين يا رب خاصة المكتئبين والمهمومين يا رب انت اشفي وأعطي عزائك للقلوب باسم المسيح آمين 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 والرب يسوع وعد من يقبل إلي لا أخرجه خارجا لما بتيجي إلى يسوع فعلا كما يقول كتاب إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة الأشياء العطيقة قد مضت هو ذا الكل قد صار جديدا الرب يسوع لما بعمل عمل بعمل عمل متكامل لكن كل ما عليك تيجي بالتواضع بانكسار أمامه تيجي بثقة وبإيمان وبتوب حقيقية وهو يأتي إلى حياتك ربي باركك آمين